مرحبا بكم بحلقة جديدة من عرب ماركت كاب اليوم معنا حلقة من دبي معنا الشريك المؤسس لشركة كوين مينا المرخصة من بنك البحرين المركزي طلال الطباع ينظم إلينا من دبي مرحبا بك طلال السلام عليكم الله يسعدك بخير الحمد لله طلال انت شخص يعني مفير جدل أو مثير للاهتمام انت حاليا عندك شبكة جبريل وعندك كوين مينا شنو الشيء خلاك تبلش هذا الشيء والله بالنسبة لكوين مينا صراحة اجت الفكرة من وراء حاجة من وراء نحكي فشل بالسوق او فشل بالخيارات اللي موجودة لأي حدا مقيم بالخليج العربي انا واجهتها كمستخدم للمنصات اللي كانت موجودة او لا تزال موجودة حسيت انه كان في مجال لتحسين القدرة لأي شخص او مستثمر يروح بين الكاش لكريبتو وكريبتو لكاش فنحن ثلاث مؤسسين للشركة انا احدهم كان فيه اجماع بين الثلاثة فاوندرز او ثلاث مؤسسين انه فعلا فيه مجال لمنصة جديدة تيجي عالشرق الاوسط يكون عندها شوية ابتكار وشوية جرأة بالنسبة للخدمات للي بتقدمها وبلشنا المشوار حوالي قبل سنتين واطلقنا المنصة بشكل رسمي بشكل رسمي حوالي قبل ستة شهر والحمد لله امور ماشي بخير نعم طبعا الديزاين ماتكم لطيف جدا انا ممكن اشوفها على الشاشة طبعا كوين مينا والعملية الشراء همينها بسيطة الابليكيشن بسيط فانا بالنسبة الي انا بشتغل بالسوفتور احس انه السوفتور ماتكم نظيف متعوب عليه هذا الشي ممتاز بس اليوم فيه منصات كثيرة فيه اكسجينجز كثيرة مثلا في عندك منصة باينانس من اكبر المنصات فيه عشرات المنصات او ممكن نوصل فوق المئة منصة ممكن تشتري فيها وهذا الشي ممكان موجود في 2017 بعدين هواي منهم اختفوا ليش انت بلشت شركة جديدة لما فيه شركات كثيرة اكيد هلا اليوم بقطاع المالي انا برأيي انه ما فيه ما فيه شركة واحدة اللي بتقدر تلبي طلبات جميع العملاء لانه صحيح مثلا منصة باينانس هي اكبر منصة بالعالم ولكن استخدامها شوي معقد يعني اليوم عدد الفيتشرز او عدد الخيارات اللي عندك ياها باينانس يمكن ما تكون افضل وسيلة او طريقة لمستثمر جديد بده يدخل على عالم العملات الرقمية فلهذا السبب نحن بكوين مينا الخدمة العملاء عندنا كتير افضل من اي منصة اخرى بقدر احكي هذا بثقة لانه الحمد لله باخر ست اشهر قدرنا نلبي جميع طلبات العملاء بفترة وجيزة جدا وبنفس الوقت نفس يعني مثلا اوبر وكريم اذا بتفكر بي ليش كريم ادرة تحيز كبير من السوق لانه في element الوكلايزيشن اليوم شركة اوبر مقرها بسان فرانسيسكو ممكن ما تفهم قوانين وما تفهم عقلية المستخدم أو عقلية المستثمر بنفس الطريقة اللي ممكن يفهمها شخص مقيم بالشرق الاوسط فنحن كوين مينا من الاسم تقدر تعرف انه مينا تخصصنا بشرق الاوسط وشمال افريقيا وهذا اشي بيعطينا دافع اضافي بالمقارنة بمنصات عالمية نعم مية بالمية هذا شيء المنصات العالمية مضروري يفتهمون مثل ما انت تقول المحليين يفتهمون اللغة مثلا مثلا هاي منصات مثلا منصات ماينة تدعم العربية بس في منصات اخرى تشتغل في الشرق الاوسط بس لا تدعم اللغة العربية فمنسبة للمشتركين نفسهم ممكن يواجهون صعوبات في استخدام البرنامج لانه مو الكل يدخل اللغة العربية هذا الشيء ايجابي جدا انه انتوا حاليا يعني تدعمون الانجليزي والعربي بس بنفس الوقت مسألة الترخيص بعرف انه من المنصات الكبيرة قسم منهم دي يحولون هسا اليوم الى دبي وده يفتحون هاتكورترز هناك لانه العملات الرقمية صارت ممنوعة في الصين مثلا فهم رح يظلون متوفرين موجودين بس رح ينقلون المراكز مانتهم الى مدن ثانية بس انتوا بلشتوا بطريقة مختلفة انتوا بلشتوا بالترخيص ليش اليوم انت عندك اكتر من طريقة لتستحود او تدخل على السوق في عندك طريقة اللي هي تبعتها مثلا منصة باينانس انه اطلق المنصة وحاول انك تشرح حالك بنفسك تمشي على مثلا اذا عميل بده يفتح حساب عندك تطلب منه المعلومات اللي بالعادة بطلبوها لما تفتح حساب بنك بس هدول بتتبعوا اشي اسمه راقيلاتري اربتراج انه هما ما بمشي حسب القانون مية بالمية ولكن بحاول قدر المستطاع انه لا يكسر القانون نحن بكوين مينا لانه يعني انا برأيي المتواضع العملات الرقمية اشبه بالماراثون من ما هي بسبرنت هذا يعني انه نحن ركزنا اول اشي على القوانين واللوائح والتراخيص ومن بعدها منقدر نمشي بطريقة من دون اي تعثر يعني انت الخطورة عندك انك تطلق منصة من دون ما تكون مرخص عندك دايما الخوف انه ممكن يسكروا المنصة الجهات الرقبية ولكن احنا اخذناها بطريقة مختلفة اللي هي نفس الطريقة اللي يمكن فيه منصات اخرى بامريكا وبأوروبا مشيت فيها وهذا بيسمح لك تخفف الخطورة اللي موجودة عندك بالوفرين تبعك لانه عالم العملات الرقمية كل حدا اغلبية الناس بتجمع انه صح له مستقبل واعد ولكن اكبر خطورة بالعملات الرقمية هي خطورة القوانين او الحكومات انها تسكل عليها فلهذا السبب نحن حصولنا على الرخصة بشكل اولي خففت علينا كتير الخطورة من ان الحكومة تسكل على الموضوع زين طلال انت اليوم في كوين مينا حكيت انه صار لكم ست اشهر مفاتحين الاكسجينج تقريبا كم عملة تدعمون اليوم والله اليوم عشر عملات اليوم عشر عملات اكروس سكس فيات كرنسي فتوتل اكيد اثيريوم ريبل بيتكوين كاش ليتكوين چين لينك يونسواب كومباون وثوة كوين اللي هم يو اس دي تي ويو اس دي سي وبإذن الله لاتر اليوم سننطلع دو او ثلاث كوين وحسب طلب العملاء نحن نحن نحاول نشيل اي نوع من المشاعر العاطفية لأي من الفريق لحبهم لعملات ومنتبع ايش المطاف كوين مينا معمولة لتخدم عملاء نعم من ناحية خدمة العملاء قلت انت متميزين لحد الآن انه الدعم محلي فبنها تستطيع تحل المشاكل المحلية والله بصراحة الفضل بروح لشريكة دينا اللي عندها كبير بهذا المجال و اي كان تيكوين يعني انا مالي صح هاي واحدة من أقوى الشغلات بالشركة بس انا مالي دخل كتير بالموضوع دينا هي اللي الشكر لها على هاي الشغلة يعني الله يخلي لك دينا ويخلي لكم ياها في الشركة من ناحية الصعوبات اللي واجهتها في البداية كان عندكم اي صعوبات لو كان كل اشي smooth sailing ما في اشي بالعالم عنده اثر كبير رح يكون سهل طبيعي لازم يكون في صعوبات ولازم يكون في تحديات واكتر اشي نحنا واجهنا يعني اكبر تست خلينا نحكي كان الاصرار نحنا قدمنا على الرخصة بنهاية 2019 ونحنا بنعرف انه من شهر ثلاثة انوردز بشهر بسنة 2020 كان كتير صعب لاي جهة حكومية تتحرك بشكل طبيعي بما انه كان في كوفيد والناس لسه عم تتأقلم لهالتغيير فنحنا كانت كانت ترخيصنا بعز دين كوفيد فكان لازم نكون كتير عنا إصرار وحتى كان في اكتر من جهة اللي عم بتساعدنا سواء ادفايزرز او لويرز بيقولونا خلص انتوا يعني لازم تعيدوا النظر بالترخيص لانه اخذنا الموضوع اكتر من 16 شهر فالترخيص كانت واحدة من اهم الصفات اللي كان لازم نتميز فيها عساس نحصل على الترخيص وغير هيك صفة يعني اليوم انت تأسس شركة بيكون كل حدا ما عم بيجي على المكتب بشكل يومي تتطلب اصرار وتتطلب يعني جهد غير طبيعي خلينا نحكي بانك تترك الفريق كله يكون متجانس نعم وهذا في الشي غير تقليدي لانه يعني اول مرة اسمع في شركة احنا شركة عرب ماركت كاف غان نفس الشي 100% ريموت لي ف بالبداية واجهنا الصعوبات كثير خلتنا نغير طريقة تفكير انه كيف انا بدي اقدر اتواصل مع مثلا البحرين ذلد ما مقدر ااخد طيارة وروح هناك لازم كل شي شي موسهل تصور هلا هو سهل اذا انت بتسهله يعني في اليوم عندك ادوات معينة اللي ممكن تساعدك انك انت تصير تقدر تشتغل بشكل الكتروني او اشي غير ما تروح على المكتب ولسه تأدي اداء مميز واحدة منهم سلاك ما بعرف اذا سماعت انا خليت ذكرت هالسؤال ان سماعت رسالة السلاك اللي وصلتك احنا نستخدم سلاك بالشركة كمان خلنا اسكر سلاك على اساس لانه ما شاء الله سلاك صار صعب من واتساب للماناجمنت بس سلاك بصراحة جدا مفيد بانه يساعدك تنسق بين الفريق وطبعا جيرا اللي هو ماناجمنت سوفتوير منستخدم لكل تاسك كل انشياتف بالشركة موجود مشروع عنده شريح كامل وفي ومين الشخص المسؤول عن هذا التاسك فبساعدك انك تأسم المسؤوليات بين الفريق بطريقة مرتبة جميل جدا انا اصور جيرا وتريلو حتى في عرض بين جيرا وانا كان بدي ديسكاونت من سلاك على بلاك فبعدت لهم ايميل حكيت لهم يا ريت لو تعطونا ديسكاونت فحكولي تستخدم جيرا تستخدم جيرا نطيق 50% ديسكاونت اول سنة فيعني هاي تبس اذا تستخدموا هذا النظام طبس تماما اي بس الحديث عن الادوات الادوات شي مهم جدا شنو تتوقع انت حاليا انت تتابع اللي داي صير في الهايب عن الميتا فرس اكيد ما بزبط تشتغل بعالم العملات الرقمية وما تتتابع الهايب تبع الميتا في ناس بيفسروا مثلا لما خلص نصير كل اشي نصير نعيش بعالم تاني انا تفسيري للميتا شوي مختلف وشوي واقعي اكتر اليوم انا بالنسبة لي العالم الملموس اهم من العالم الالكتروني ولكن هذا ما بنطبق عكل الناس يعني اليوم اذا شخص عنده عدد معين على تويتر هذا اشي بالعالم الرقمي وإله اثر اكبر على حياته مما انه يملك عقار مثلا انا برأيي بنوصل الميتا فيرس لما يصير اهتمامك بالعالم الالكتروني اكتر من اهتمامك بالعالم التقليدي كيف يعني اليوم انا او مش انا انا ما بل بس ساعة بس قنا نفترض انه انا بانكر او شخص بشتغل بالقطاع المالي وطلعت بونس بتروح الناس بالعادة ايام زمان كانت تحتفل او لتبارك لحالها بهالبونس تشتري ساعة او تشتري رسمة تلبسها عقيدها تحطها ببيتها لا يكون جزء من الذكرة بالضبط وانه الواحد يكافئ نفسه على هذا الاداء المالي الايجابي الجيل الصاعد رح يبطل يشتري ساعة او يشتري انف تي حطها على تبعه او يصير تصليبريت سكسس الالكتروني لانه الانسان رح يصير يفضل سمعة او الشهرة الالكترونية اكتر من عالم التقليدي ونحنا اليوم نعود على تليفون اكتر مما نعود على ديوانية مثلا العالم عم بتحول لشكل الالكتروني ولم نحن نتبع على العالم الالكتروني اكتر من العالم التقليدي هذا برأي هو المتافورس يعني ايام زمان يمكن كنا نروح نعود بديوانية شخص هلا بتروح بتعود على تويتر سبيس نفس ديوانية هنا ديوانية الاملا 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 صح فتش مثير للاهتمام صراحة تتوقع انه الشركة تبعتكم بما انه هي شركة يعني تتقبل التغيير وتتتسارع بالتغيير انه خلال خمس او عشر سنوات انه الاجتماعات مانتكم تكون في المتافورس مثلا نحن هلا نحن 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 هلا يعني انتفكر فيها قديش نسبة الاجتماعات اللي بتصير عندك عن طريق فيديو كول بالمقارة باجتماعات فايس توفي فايس صحيح اللي بيصير الالكترونيا اليوم كتير اكتر من الاجتماعات اللي بتصير وجها لوجه يعني بس ممكن اكون بها عامل مختلف خصوصا الاجتماعات اللي فيها مثلا اكثر من خلال نقول الفريق تبعكم مثلا موجودين بنفس الغرفة ومثلا دينام موجودة باتجاه وانت موجودة باتجاه وقاعدين على طاولة شوية صعب انو الثلاثة يتكلمون بنفس الوقت لانو الصوت رح يجي بنفس المكان بس لو في تكنانوجيا تخلي هم مثل ادوبي اطموس انو تخلي الصوت يجي من المكان الشخص يتحدث منه وانت تشوف هذا الشخص احنا جربنا هذا الشي قبل كم اسبوع طبعا كان جميل غريب جدا حسين التكنولوجيا تتسارع بسرعة يعني احنا مدنة نستوعبها فما بعرف انا صراحة احب شركة ابل وحب الليكس اتابع الليكس فاتصور يعني من معلوماتي انو السنة القادمة 2022 2023 رح يكون في تلبسها وممكن تشوف يعني تقدر تشوف شوفني قدامك كافاتار او تشوفني حتى الصوت ممكن تسمعه من اليمين من اليسار المسيجز ممكن تشوفها قدامك احنا اول شي بلشت بالكورونا وبعدين بلشت بالتكنولوجيا انتشرت بالآمنة الأخيرة فما فعرف يعني وين تشوف انت خلال خمس او عشر سنوات العملات الرغمية اليوم او خلال نقول 2017 كان كم 100 بليون او هيك شي 0.3 تريليون بالكثير هس احنا اليوم صعدنا عشر مرات اكثر بالحجم السوقي وين تتوقع نروح تتوقع انه هذا شي ضلي يستمر لو انه البيتكوين يروح للصفر شوف بصراحة سوق عملات الرقمية 3 تريليون صعب على واحد يحكي انه والله كتير او بالمدى القصير ولكن بعد عشر سنوات ثق تماما انه العالم رح يكون اكبر من 3 تريليون لا يعقل انه الدهب 10 تريليون وعالم العملات الرقمية 3 تريليون يعني اهم عامل لهذا الموضوع ان المستثمرين ما بيسعروا الاستثمارات على قيمتها اليوم بيسعروها على الاثر اللي ممكن يكون لها بالمستقبل فاذا انت اليوم كان بدك تحذر انه ايش هيكون عنده اثر اكبر بالمستقبل الدهب او عالم العملات الرقمية انا حتى بجزئها يمكن اكتر بيتكوين او الدهب انا برأي المتواضع بيتكوين رح يتفوق على الدهب وكوسيلة للتحوط من التضخم زائد بما يسمى نقود انت بتملكها بنفسك مش تحت طائلة اي جهة اخرى هذا ليش السبب كان واحد من الاسباب ليش الدهب كان من احسن الوسائل للتحوط بالتضخم ويكون نقودك خارج عن سيطرة اي سياسة نقدية وهذا اشي جدا جدا مهم لانه بالسابق الباوند والدولر واي عملة بتصدرها حكومة مركزية بالعادة بتفشل لنفس السبب وهو بما يسمى الكورنسي دي بيسمينت لما يصير في طرح عرض اضافي من هاي العملة مما يؤدي الى نزول بالقيمة او القوة الشرائية لهذه العملة احنا نشوف هذا الشيء حاليا بالشرق الاوسط في الليرة اللبنانية السورية التركية يقول لك فيه نقطة يقول لك احسن عملة ديجيتال ممكن تستثمر فيها اليوم او شيت كوين هي مثلا الليرة التركية لانا دائما صعدة ليرة التركية مش دائما صعدة ابدا لو تطلع على اخر اسبوع الليرة التركية نازلة فوق العشرة بالمئين يعني صعدة مقارنة بالدولار اذا ابتهمت خصدي يعني انه انت تخسن من قيمتها الدرجة انه يعني الصور اخر كم شهر ستين بالمئة وسبعين بالمئة الهواء نازلة ينتقلون طبعا اليوم لتركيا بس هذا يعني انت تتصور ممكن من العوامل اللي دتشوفها انه دتبلش بالانهيار الاقتصادي للعملات الوطنية انا بعرفها يعني من من قراءتي للبحث حاليا على الانترنت وانه كثير من الاتراك يروحون الاتراج مثل كوين مينا ويشترون دولار يشترون دولار لانه الدولار ممكن يحميهم اكثر من التضخم وبعدين ممكن بالمستقبل لما يعرفون شنو هو البيتكوين والقوة اللي عندها بالحفاظ على القيمة ممكن يبدو بدل الدولار يحولون الى البيتكوين صح هذه شغلة شفناها مش بس بتركيا اي بلد فيها سياسة نقدية مغلقة بما يعني انه انت هاي ناس بتستخدم العملات الرقمية لتجاوز هاي السياسات فالمشكلة بتصفي انه انت اليوم بتشتري عملة رقمية بعملتك المحلية وتأخذ عملتك الرقمية وتحولها اي مكان بالعالم من كلامك انه انت مع البيتكوين يعني تحب البيتكوين ما تتوقع ان البيتكوين راح تروح للصفر ممكن اسألك كم تملك من البيتكوين اليوم والله دايما الجواب هدا بعطيه مشكفاي مشكفاي بصراحة ما ما لازم اي حدا يجاوب على قديش عنده بيتكوين بس انا جوابي انه مشكفاي يعني لو اني بقدر اشتري اكتر او الله قدرني اني اشتري اكتر باشتري اكتر اتمنى لك الخير ولكل انه يشتري بيتكوين انا بتصور رؤية للمجتمع رح تتغير من بيتكوين الى ساتوشي بالمستقبل ما بعرف اذا 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 نوصل الى هذا الحد انه اللي يصير يعبر التهب اتصور رح يتغير الكلام الى ساتوشي بدل البيتكوين الكامل انه انت اكيد تواجه نفس الشي اذا تتكلم مع شخص لا يعرف ما هو البيتكوين وعنده معلومات بسيطة جدا انه الشي الوحيد اللي يعرفه انه يصعد بأسل تقريبا اليوم كل سماع بالبيتكوين بس ستيريوتايب عن البيتكوين هو انه فتشي يصعد وينزل بسرعة يصعد وينزل انه بعد انشتين والله مبارح مبارح سمعت مثال من الاخ عبدالله على مساحة بتويتر وابدي ارجع استخدمها لانها كانت كان تفسير رهيب قوللك قبل مئة سنة كان اذا بدك تشتري عقار بمنهات اللي هي قبل ما تتعمر مظبوط او قبل ما تصير بالطريقة اللي هي اليوم كنت تتفكر تشتري 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 مش قطعة ارض واحدة تشتري مجموعة اراضي اللي ما بلشت الناس تعمر وتبلشت تستخدمها صورت تتفكر انت تشتري قطعة ارض مش اكتر من قطعة بعدين صورت تتفكر تشتري عمارة بعدين هلا اليوم صورت يمكن تفكر تشتري شقة اذا الله قدرك وصار عندك قوة شرائية انك تشتري شقة بنيورك نفس الاشي اليوم الناس بتحكي عن انك اوني بيتكوين ولكن اليوم البيتكوين حقها 50-60 الف دولار يمكن مو كل حدا بقدر يشتري او اغلبية الناس ما بتدر تشتري حبة كاملة ولكن هذا ما لازم يفرق انت اليوم اذا شريت ساتوشي او شريت بيتكوين انت فارق معك قديش النسبة اللي بتطلع فيها هذا الاصل عبر فترة زمنية معينة فانا برأيي المتواضع زي ما اتفضلت انت رح نحول على ساتوشي وليس بيتكوين رح سيصير اشي جدا نادر انه شخص يكون عنده بيتكوين وحدة يعني بما يسمى الناس او الشركات اللي بتملك حبة بيتكوين كاملة سيصير اشي نادر زي ما اشي نادر انه الواحد يكون عنده اراضي كتير بمنهاتها تابع خلنرجع الموضوع كوين وشراء البيتكوين انت حاليا منصة مرخصة او اروح اشتري من مثلا او بدون ذكر يعني اعسامي بس منصات غير مركزة في اكو فرق اذا يصير هجوم على المنصة انه مثلا تخسر الامر اكو فرق انه من ناحية التأمين مثلا او اكيد هلا اليوم في عدة فروقات اول اشي انه بمنصة كوين مينو انت يمكن تودع وتسحب مصاريك بالعملة المحلية وين اليوم منصة غيرها من المنصات اللي غير مرخصة ما بتسمح لك انك تحول مصاري من وإلى بنكك اللي هو اليوم لسه جزء مهم بعالم العملات الرقمية ثاني اشي انه او وين الناس بتحوي او وين بتحتضن العملات الرقمية نحن نستخدم شركة باميركا اسمها بتجو اللي هي مؤمنة ومرخصة من الحكومة الامريكانية فهذا يعني انه زال اليوم انت حاطط الاصول الرقمية تبعونك بكون مين فهم بكونوا آمنين ومرخصين ومؤمنين بالمقابل لو بتكون على منصة اخرى وانسرأت هذه المنصة او صار في اختراق ممكن يروح عليك الاصول الرقمية اللي حاططتها هناك نعم هاي مسألة ما كنت عرفها صراحة انه وفت شي جميل من ناحية الامان لانه كثير من الناس يقولك انه اوكي انا اشتري هل المنصة امنة انه احفظ اموالي فيها هو السؤال انه اذا في اكو اي طبعا المنصة دائما استخدامها اسهل من ممكن يكون لانه عندك ارتيكلز ممكن تقرأ عليها هذا اوكي يعني تجي رسائل مثلا يقولك هاي البيتكوين محفظة منو اقدر اخبر ارن عليها ما في حدا انه يساعدك اذا صدر فيها مشكلة هذه صراحة نقطة جدا مهمة يعني اليوم اذا انت عندك الف دولار دهب ممكن تضعهم عندك بالدرج او تحت التخت او بالبيت اذا عندك مليار دولار اصلا خطرة خطر عليك نعم فنفس نفس الوجيك ممكن الواحد يطبق على العملات الرقمية ونرجع الى انت دائما ما يكون عندك كفاية يعني انت تعرف الكمية التي عند الشخص وننصح اي احد يقول هاي الكمية بس اذا رح تحطها بمكان لازم يكون مكان آمن توثق بي فانه انت تستخدمون بيتكو وهم مرخصين في امريكا وامريكا مؤمن على هذا الشيء ايجابي جدا صراحة من اول الشغلات اللي عملناها بمنصة كوين مينا لانه انك انت تحمل اصول رقمية هذا اشي جدا معقد وتحتاج شركة عندها تاريخ بهذا المجال يعني بيتكو اسسوها ب 2013 وما صر لها اي اختراق من وقتها فلهذا السبب نقينا ان نشتغل معهم والحمد لله الى الان معهم جدا ايجابي طلالة احب اعرف عن الرؤية ماتتك للعملات الرقمية في الخمس او العشرة سنوات الجاية بما انك من الشركاء في المالكين في كوين مينا المؤسسين اليوم الانترنت سمحت لنا نتبادل المعلومات بطريقة قبل خمسين سنة كان مستحيل نحن نتخيلها يعني لو انا قلت لك قبل خمسين سنة انت باوروبا وانا بالشرق الاوسط خلينا نعمل فيديو كول ونسجل لهاي الحلقة كان بيكون اشي من الاحلام يعني كان اشي مستحيل واحد يقدر يتخيل الانترنت سمحت لي نتبادل معلومات بكل سلاسة العملات الرقمية رح تسمح لنا انه نتبادل اي اشي ذو قيمة بكل سلاسة يعني اليوم لو انا بدي احول عمله او اصل من الاردن الى مصر لازم امشي عن طريق كتير وسطاء ماليين عن طريق نظام وعن طريق وهذا يعني اجراء انبنى قبل باخر مئة سنة وانبنى بالتكنولوجيا اللي كانت موجودة باخر مئة سنة فالعملات الرقمية رح تسمح اي شخص يحول اشي ذو قيمة لأي شخص بنفس الطريقة اللي الانترنت سمحت لأي شخص يتبادل معلومات مع شخص اخر يعني لو انا كان زمان بدي ابعت بريد لاوروبا او بدي ابعت لك رسالة وما في انترنت لازم اكتب الرسالة ابعتها عن طريق البريد وتوصل لك بعد كم يوم وبدفع مبلغ مرتب لا قدر احول لك هاي الرسالة نفس الاشي رح يصير بعالم العملات الرقمية انه اليوم حتى بالشرق الاوسط بافريقيا بالتحديد عندك عدد الناس اللي بتستخدم التليفون او نسبة عالية عالية جدا جدا بنفس الوقت عدد الناس اللي عندها حسابات بنكية برضو قليلة جدا فاليوم اي حد عنده حساب اي واحد عنده تليفون ممكن يحصل على خدمات مالية عن طريق العملات الرقمية طبعا هاي نقطة حلوة كثير انت ذكرتها هلا واني حكيت ليها اخر مرة واني كنت متفاجئ كثير اللي تكلمنا على الاشخاص اللي عندهم بنوك حساب بنكي اليوم والاشخاص المعتهم حساب بنكي فانت تذكرت فئة اللي سميتها تصور الـ underbanked بالشغل underbanked هاي بالنسبة لي كان اشي جديد يعني الـ underbanked انه شنو شنو قصدك بها ممكن تطي تفاصيل عليها اكتر انا بعطيك انا بعطيك مثال اليوم بس انه انا عندي حساب بنكي بنزل عليه الراتب تبعي لا يعني اني انا بقدر احصل على خدمات مالية كاملة اذا اليوم انا رات بخمس الاف درهم بما يساوي 1400 دولار لو بدي احاول احصل على قرض رح تكون يعني حياتي جدا صعبة انا حاولت كطلال اقدم على قرض بقيمة حوالي 12000 درهم يعني اقل من 4000 دولار لقدمته لست بنوك لاشوف شو النسبة اللي بعطوني اياها نسبة الفائدة وتفاجأت انه الست بنوك كلهم رفضوا الطلب تبعي مش انه اعطوني نسبة عالية كلهم رفضوا هذا لانه انا ما بمشي بالسياسات تبعونهم لمين ممكن يحصل على قرض مع انه انا حسابي فيه مبلغ يغطي هذا القرض او عندي اصول تغطي هذا القرض بالعالم العملات الرقمية ما في تمييز بمين انت او شو الخلفية تبعك اذا انت عندك رهن او عندك اصول تسمح لك انك تاخد قرض فانت ممكن تاخد هذا القرض بشكل لا مركزي النقطة اللي عم بحكيها هون انه فئة كبيرة من المجتمع اللي ما تقدر تحصل على نفس الخدمات المالية اللي بحصل عليها الناس اللي من متوسط لعالي الدخل تبعهم العملات الرقمية رح تسمح لي عدد اكبر من الناس انها تحصل على خدمات مالية بجودة عالية وبأسعار معقولة متحمس اشوف المستقبل والخدمات اللي ممكن كوين مين اتقدمها بالمستقبل هون اتصور رح يكون في شي مثير للاهتمام شكرا جزيلا طلال انضمامك اليوم نقدر وقتك ونشكرك على كمية المعلومات اللي قدرت تقدم لنا اليوم كمية هائلة وانت ما شاء الله عليكم نتمنى لكم كل التوفيق لكوين ميناء ورح يكون في لنك في الاشخاص اللي يحبون يستخدمون بيتكو او كوين ميناء شكرا جزيلا لك شكرا شكرا يا أخ علي وعن جد صراحة أنا من المحبين لقناتكم شكرا جزيلا ونشوفك إن شاء الله في دبي في أقرب بقد إن شاء الله مع السلامة